الواحد يحكي بالنار قلبه عجائب الدنيا سابعة أما العراق فلا تحصى أو تعد قطعة أرض سكنية منذ عام 1978 اليوم يقيد سكانها بقرارات بلديتها الانتهازية كما وصفوها منطقة كفاءات الغزالية تتحول من سكنية إلى زراعية وفق الدعاء بلدية المنصور كما يقول سكان المنطقة رغم وجود الأوراق الرسمية التي تثبت جنسها نحن هذه الأرض سكنية ملوك صرف تحولت بسمعنا فتحنا بيان طلعت البلدية كشف على المنطقة طبعا نتعرفين العقار ما يتحول إلا تطلع البلدية كشف إلا موافقة البلدية انفتحت بيان وقررت بسمعنا ونزدت أسمعنا بالسند اتفاجأنا في سنة 2017 عليها حجز نطلنا نسخة من الحجز نعرف ون نتوجهنا نحن نريد نشي معاملة الفراز هم هاستحازين على القاع لا نقدر نمشي بمعاملة فرز لا نقدر نفتح بيان لا نقدر كش أي حركة يعني محجمين مرة احنا يقول لا هذه الأرض زراعية الأرض زراعية لأن هاي الأوراق اللي عندنا احنا الثبوتية اللي تثبت انه هذه الأرض سكنية ملوك صرف يعني ايب على مدير بلدية احنا فاتحين بيانه من طين السند يقول ما عندي أوليات لكم لعد احنا منين يشترينا احنا شون خسرنا فلوسنا يا بنتي وتعبنا من ذاك اليوم لليوم صارتنا سبع سنوات لا يمين هنا لا احنا معلقي لسه ما ولا للقاع مئتا مليون دينار عراقي قدر المبلغ المستحصل من كل عائلة تفكر ببيع محل سكنها كنوعا من التعويض لبلدية المنصور كما يقول أهل المنطقة ورشوة تقدر بمليون دينار انقرر أحدهم بناء منزل هنا ومصير الممتنع هدم منزله والأنظار تتوجه صوب أمانة العاصمة لوضع حد لتلك المساومات وحدة المنصور سواموني لي شخصيا شخصيا ضاميها وما ديقبل يطلعوها ويريدون فلوس نحتيها ألني لأن قاموا لا يخافون ولا يستحون كل ما واحد يريد يبيع لخمسين متر تطلع لغرامة مثلا مئة واثمانين مليون مئتين مليون غرامة ما للكل لأن كلها بسند واحد تبروها ابني بيتك براحتك بس ادفع ادفع المقسوم أنا بصراحة رفضت هذا الشي راد مني مليون يعني أنا قوي الله سوي لي غرفتين ثلاثة أسكن بيها اللي صار جيت فلش بيتي مو تفليش طبيعي تفليش للأرض يعني لا ذمة ولا ضمير ولا رحمة هذا بيت كامل القاضي قرار القاضي القاضي أنصفني وعوضهم غصبا ما عليهم قالوا ماكو قرار يجي أبو الأمانة يفلش بيت بأرض يندزني هذا أني كلهم جبتهم عن طريق المحكمة هذا الكتاب القاضي بأمر القاضي أنا جبته والقاضي قالهم أرض سكنية على أساس تفلشون أكثر من مائة وخمسين عائلة لا يملكون حق التصرف بممتلكاتهم الخاصة رغم امتلاكهم لأوراق الرسمية تثبت أصولية الأرض التي يسكنها أما حق الرد فيبقى مكفولا للجهة المعنية على قرار حجزها لهذه الأرض من منطقة كفاءات الغزالية في بغداد ندى المرسوم التغيير ترجمة نانسي قنقر